نعم متابعين الكرام نفس الفيلم يتكرر مجددا نفس السيناريو نفس الإخراج نفس الحبكة نفس الدراما نفس الغباء نفس الاستحمار نفس كل شيء يكرره نظام حضرات الجزائر لدرجة أن التكهن بالمستقبل ولا بالتصرفات ديال النظام الجزائري أصبحت سهلة جدا ومملة جدا في نفس الوقت فكما تشاهدون الآن أمامكم على يسار الشاشة متابعين الكرام هذه قصاصة من أحد الأبواق الكبرى ديالنظام الجزائري والتي تروج على أن ماكرون يتودد لتبون وعلى أن الجزائر قوة ضاربة وعلى أن فرنسا سوف تسحب الاعتراب بمغربية الصحراء وعلى أن فرنسا سوف تتراجع عن قرارها وبأنها سوف معرفت من هذا الخزع بلا تلكم معارفين شيء يتلع في الراس صراحة في حقيقة الأمر شيء يتلع في الراس لأن هذا شيء ممل لأقصى الدرجات فخلاصة الموضوع متابعين الكرام أن النظام الجزائري يبحث عن ذريعة لإرجاع سفيره إلى فرنسا هذه المسألة قلت لكم سابقا قلت لكم بأن هذا السفير الجزائري اللي استدعاوه بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ما غديش يطوله وغدي يرجع في حالته صاغرا مذلولا يائسا في حاله وقال للسفير ديالهم في إسبانيا نفس المسألة ستكرر هنا في فرنسا والذريعة بطبيعة الحال للسخدمها وهو أن ماكرون صفت الرسالة التهنئة أو لبرقية التهنئة إلى تبون بمناسبة الانتخابات الهزلية لشنا مؤخرا الكارتية المهزلة لشنا مؤخرا في حضيرات الجزائر فبالتالي متابعين الكرام نفس المسألة سوف تتكرر كما حدث مع إسبانيا غدي يقول لكم ماكرون يتودد إلى تبون يتودد إلى الجزائر وحنا قوة ضاربة وتقاشر أفريقية ومعرف شنوه وبالتالي غدي نرجع السفير وغدي يصحمروا بطبيعة الحال البوصبعي وغدي يقول لك فرنسا تراجعت عن انحترام بمغربيات الصحراء نفس الأكذوبة اللي داله لهم مع الإسبان مع إسبانيا على وجهه التحديد يكفش عطرفة إسبانيا مغربية الصحراء مشوقتهم العلاقات الدبلوماسية ووقفوا العلاقات التجارية والأسعار ارتفعت بشكل مهول في الجزائر كليتي من أجل بالمبطوش في نهاية المطاف خرج لينة بون سابقا وقال بأنه ما قدش رجع السفير إلى إسبانيا إلا حينما تسحبوا الاعترام مغربية الصحراء خرج عطرف كذلك وزير خارجي الفاشل الجزائري قال نفس الكلام وقالك ما قدش رجعوا العلاقة مع إسبانيا إلا حينما تسحبوا الاعترام مغربية الصحراء في نهاية المطاف رجع السفير ديالهم وإسبانيا ما زالت تعترف بمغربية الصحراء بل الأكثر من ذلك بعد تصريحة ديالة بون وعطاف كتخرج إسبانيا وكتوتق الاعتراف دياله الجريدة الرسمية ديال الدولة في صفحة بطبيعة الحال موجعة كانت سأنادك للنظام الجزائري الذي كان يتخيل ويحلم بأن إسبانيا ستتراجع عن موقفها بخصوص مغربيات الصحراء نفس المسألة تتكرر هنا مع فرنسا هنا سيستغلوا الرسالة التهنئة ويقول لك فرنسا تتودد إلى الجزائر ماكرو يتودد إلى تبون وما إلى ذلك وبالتالي سوف نرجع السفير والبوصبعي بطبيعة الحال سيتيق ويصدق هذا الخزع بلاس النظام الجزائري وفي نهاية المطاف فرنسا سوف تستمر ويعترافها مغربيات الصحراء نحن مستمرون في تواجدنا في الأقاليم الجنوبية ما الذي خاصر هنا؟ خاصر هنا البوصبعي الغبي والجزائري المستحمر خصوصا وأنه بعد ما نظام حضرات الجزائر ونسح السفير من فرنسا والسفير الفرنسي يبقى في الجزائر بالمناسبة لا يجب أن يجروا على السفير الفرنسي لا السفير الفرنسي يبقى في الجزائر ويجب أن يستدعوا السفير في فرنسا يقول لهم أن يجروا أن يجروا أن يجروا أن يجروا أن يجروا هذه الأمور لبوصبعيين في نهاية المطاف فرنسا سوف يرجع السفير والسبب سيقول لك برقية ماكرون إلى تبون وتهنيئته بالفوز في الانتخابات الصورية المهزلة التي رأيناها مؤخرا وطبعا الحال الخدعة سوف تنطلع على البوصبعي لأن البوصبعي لا يوجد العقل بشي فكر يوجد إعاقة دينية وتخلف عقلي لا يمكن أن يفكر بشي شو هذه المنطقة لا يمكن أن يقرأ وديرا 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 مع اسبانيا في النهاية اسبانيا رباقك تتارف مغربية الصحراء وانتم رجعتوا السفير رغم كل الخزعبلات والشعارات وما إلى ذلك نفس المسألة الآن ستكررها مع الفرنسا مع العلم أنهم قاموا بهذه المسألة كذلك مع دول أخرى ولم تنجح هذه الخزعبلات أو هذه الشطحات أو هذه الأمور العشوائية التي تقوم بهذه الدبلوماسية الجزائرية الفاشلة فهكذا منتبعنا الكرام يتم الاستحمار البوصبعي والجزائر المستحمر بكل سهولة وبكل غباء المشكلة أن هذا البروباغاندا للنظام الجزائري من السهل جدا أنها تفضح ومن السهل جدا أنه يتم تنفيذها ونفيوها لكن البوصبعي طبيعة الحل ماندوش العقال بشمشي في الكرشي شوية ويقول را عدرتون نهاية مع اسبانيا في نهاية المطاف اسبانيا المازالت كي ستعرف بمغربيات الصحراء وانتظروا متابعنا الكرام في الأبواق الإعلامية للنظام الجزائر على أنهم يخرجوا مجددا ببروباغاندا رخيصة يقول لك فرنسا ترجعت فرنسا دارت فرنسا خضعت للجزائر فرنسا مع العلم أن فرنسا ممسوقش اليوم قاعد مع العلم أنه يوم أمس لكم شفتوا فرنسا زادت من الضرائب على البضائع المتوجهة إلى الجزائر وما حدث حقيقة المتابعنا الكرام هو أن فرنسا دارت خطوة بسيطة رجعت الجزائر إلى بيت الطاعة ما هي الخطوة؟ أنهم رفعوا الضرائب وزادوا الضرائب جديدة على صادرات البضائع التي تمشي من فرنسا إلى حضرات الجزائر ومن جنوب أوروبا عموما إلى حضرات الجزائر كون من ينقل هذه السلع والبضائع هي شركة للنقل البحري الفرنسية هي التي تأخذت السلع للموانئ الجزائرية فبالتالي تم فرض رسوم جمهوركية وضرائب جديدة على هذه البضائع والحاويات خطوة بسيطة خلات نظام حضرات الجزائر يرجع إلى بيت الطاعة لماذا؟ لأن هذه المسألة ستجعل الأسعار ترتفع بشكل جنوني في حضرات الجزائر المسألة التي ستجعل النظام الجزائري يدخل في أزمة جديدة ولتفاقم لها أزمات أصلا هي أزمات المواد الغذائية والطوابير وما إلى ذلك فهذه المسألة خلات النظام الجزائري يرجع ويخرج لنا فيه مدح دوحي جديد يقول لك الرسالة الماكرون هي تودد وبالتالي صافحنا قد نرجع السفير دينا إلى فرنسا وهذه المسألة لا تهى اللي قام بها مع إسبانيا ولا ستؤكد أن النظام الجزائري لا قدرة له على تغيير المواقف دينا هذا الدول فبالتالي يخترع أكاديم يخترع بروباقاندا يخترع أمور تافهة جدا من أجل الضحك على البوصباعي ومن أجل أن يقول له شفراد ولا ترجع المواقف دينا فبالتالي سنرجع الصفراء دينا ولا سنرجع السفير دينا نفس الأسطوانة تتكرر والواقع يقول أن هذه الدول ما زالت تعترف مغربية الصحراء والواقع يقول كذلك أن المغاربة في صحرائهم وأن الجزائريين في طوابرهم ولا يوجد من يمكنه أن يغير هذا الواقع خصوصا الذي يقول بأن الصحراء مغربية فبالتالي متابعين الكرام هنا يثبتوا النظام الجزائري مجددا بأنه نظام ضعيف نظام الخواف نظام الجبان خصوصا إذا فرنسا دالت إجراء ضد النظام الجزائري سلعانا ما يعودون إلى بيت الطاعة وكسلوا هذه المسرحية ذي لهم وهذا المخفوز على بلاس ذي لهم بكل ما فيها فبالتالي متابعين الكرام خلونا الآراء دي لكم والتعليقات دي لكم حول هذه المهزلة الجديدة هذه التبهدلة الجديدة اللي هي أرضية بدوكف الرشوالي البوصبعي باش يحاولوا يخلي وهيتقبل بأنهم غاد يرجعوا السفير دي لهم إلى فرنسا على الرغم من استمرار فرنسا بالاعتلاف المغربية الصحراء وبالمناسبة اعتراف فرنسا واعتلاف قانوني ساري المفعول على كل المؤسسات ديال الدولة الفرنسية متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل غالبا إلى الله وعشاة المملكة المغربية الشريفة